الشهر الماضي تقريباً كان عندي ملتقة ومؤتمر في الإمارات تحديداً في منطقة أبو غبي فلما كنت بالفندق وهو من أفخم الفنادق اللي أحجزوا لي فيه أحد الأشخاص وتعليقات كثيرة كانت تحذرني من شيء في فنادق الإمارات وبصراحة صارت محادثة بيني وبين شخص يعني كان ينبهني من هذا الشيء الموجود في فنادق الإمارات وحذرني منه أنا وجدت شيء وصورته لكم حتى أنكم أيضاً تأخذونها من باب الحيطة والحذر ثم خلونا نستطرد في الموضوع الكلام اللي راح أقوله أنا ما لي مصلحة مع أحد وبالتالي من باب التوضيح والمصداقية يجب أن نقول ما لنا وما علينا ماذا يحدث في هذه الفنادق حتى تنتبه ونرد على الكلام الدارج من ضمنها محادثة راح أوريك إياها وأوريك لما نبهني وصورت شنو لقيت الشهر الماضي كنت في دعوة لمؤتمر في أبو ظبي في الإمارات وكنت في الفندق في الإمارات فوجهت هذه المحادثة أنا سكنت في فندق فخم جداً سويت مو ملكي هو تجاوز حتى مرحلة ملكية يعني كان فخم المكان اللي أنا كنت فيه وكنت صورت للناس اللي تتابعني فوجهت أحد التعليقات قال لي أنتبه ترى فنادق الإمارات يصورونك فقلت له يعني ليش يصوروني؟ قال هو فيه كاميرات فنادق الإمارات يصورون المشاهير ويصورون الشخصيات اللي تأتيهم قلتها طيب ليش يعني أوكي أنا جيتهم الآن كمستشار قانوني وكاتب في الصحافة ومشهور في برامج التواصل وأنا أتيت بدعوة لمؤتمر وتغطيثين عندي في أبو ظبي قال هم يصورونك علشان بعدين يبتزونك قلت طيب ليش يبتزوني يعني شنو يبون؟ قال ما أدري بس يبتزونك هم ما يدري يعني يدري أنهم يصوروني بس ما يدري ليش يبتزوني فأنا قمت وصورت لكل زوايا السويت اللي أنا فيه وبعدها شفت تعليقات كثيرة في موجودة عن سنابي ذهبت إلى هذا الاتجاه يعني لا تصورون كمية التعليقات الموضوع أجلته بسبب أني لما رجعت من أبو ظبي كان وفاة الأمير الله يرحمه وبعدها أنا دخلت المستشفى فما كان الوقت ملائم إلى أني أطرح الموضوع لكني أجلته لأنه شيء يجب أن نتحدث عنه لأن هذه الفكرة راجت في برامج التواصل أن فنادقهم تصور وبعض المشاهير يعني روجوا لها والناس تردد أن فنادق الإمارات تصور وتبتز المشاهير يعني دون معرفة سبب حقيقي لذلك طيب أنا كنت في هذا الفندق فكنت أقول يعني أرد عليهم بالمحادثات كمية كبيرة تعلق أن فنادقهم تصور كانوا يحذرون فكنت أقول لأنه طيب ليش صوروني شي يبوني يعني رجعت لكويت وبعدين يعني أنا لما جيت الفندق خلني أقول لك أنا فكرة الفندق عندي أنا لما وصلت الفندق حطيت ملابسي وكان عندي كتاب وحي القلم للرافعي وكنت أقرأ الآن أنا رايح معهم على فكرة أنه في تصوير الآن الكاميرا قاعدة تصورني بالفندق أنا ما أقرأ قاعد على القنفة وطبعا أنا في عادة أني أنسد حال جنب اليمين وأقرأ وكل ربع ساعة أتقلب على القنفة اللي هو الكنب فكنت أقرأ للرافعي وحي القلم والكاميرا أنا تصورني بعدها صليت الظهر والعصر لأني أقصر وأجمع بعدها طلعت رحت مع الأخوان اللي يجوني وتجولت في أبوظبي ودكاترا اللي التقيتهم وغطيت المؤتمر فاللين الرجعت ونمت إلى الآن الكاميرا تصورني وثاني يوم لما قاعدت سويت لي النسكفي وقاعدت تقاهبة وقاعدت على الأطلالة الفخمة على قصر الوطن اللي قدام سويت مالي وقاعدت تصوره فاللان الكاميرا تصورني وأنا قاعد أشرب نسكفي وبعدها قمت أقرأ كملت قرائتي لكتاب وحي القنف وبعدها طلعت ورجعت باللين ونمت وبعدها رجعت لكويت الآن الكاميرا مصورتني يا أقرأ كتاب يا أصلي يا من سدح القنفة شابون يبتزوني فيه وأنا من سدح أنا بمسي معاك إنه فيه تصوير يعني شنو شي مهم أنا قاعد أسوي بالفندق أنام وأطلع ما في شي مهم يعني بيهددون أدويع العجمي من سدح القنفة يعني إذا ليتحدث مجنون في المستمع عاقل أنا دكتوري في أمريكا قال لي كلمة لما جيت أرجع الكويت قال لي حافظ على هدوئك دائما والله عطاك عقل ثاني نصيحة لتفكر فيه لا أن تركنه على الرف مو كل شي قال لك تصدي انت فكر يعني سؤال أنتوا اللي تروجون لفكرة أنهم يلتقطون صور لنا في الفنادق وخايفين أنه لا ما نروح لمرات يصورونا بالفنادق أنتوا شو ما يبين بالفندق اللي خايفين يصورونكم شو ما تسوون يعني أنتوا شو ما تسوين بالفندق اللي لها الدرجة شعين يهمه بس أنا أفهم أني أنام وأطلع والله العظيم أني أتكلم جد فخلني أقول لك أنه شو ما صار معاي بالفندق في الإمارات وأحذرك منه أنا يتيت على الطيران في آي بي شيء لدرجة رجال الأعمال وسكنت في فندق من أفخم الأجنحة معاي أعضاء مكتبي يعني موظفي مكتبي فيصل الملة وأحمد لنصاري عشان يرتبوا لي الشغلة هناك حجزوا لهم هم سويت وقالوا لازم ضيافة تكون لهم مع أنه أنا كنت ماخدهم على حسابي يعني لأنهم مو مكفلين فيهم جي كلاس تأخذني من الفندق وجي كلاس توديني تردني يوميا يدخلي بوفيه إلى السويت من ناس عاديين يا مرحبا دكتور يا كلا منور الإمارات نحن نحبك وكلا والله العظيم هذا اللي صار معاني ومصورة واللي يتابع أيام التغطية يشهد على ذلك بوكيهات الويرد لدرجة أن مدير الفندق يسأل يقول من الشاب اللي يجاء يعني ليش هالبوكيهات اللي مالية الممر حتى تدخل جناح مادي وهذا كلنا أنا مصورة ومحبة الناس نعمة عظيمة أنا ما أنا وزير ولا نائب في مجلس الأمة ولا سفير ولا أنا منصب سياسي أنا مجرد شاب بسيط جدا عندي قناة منصة على برامج التواصل استغلتها بنشر الإلم النافع أحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعل لهذا الود في قلوب الناس فما يصير أن الناس الطيبة هذه أن نحن نقص عليهم ونسيئ لهم بهذه الطريقة لا يستحقون أخوانا من الإمارات هذا الكلام اللي أنتم تقولونه فرحت تغطية كان اللي هو المؤتمر اللي دعيت له برعاية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد وأم الإمارات فكان لما صورت التغطية أنا كان همي شيء واحد والحمد لله أن الناس انتبهت له كنت أقول أن أبيكم تشوفون أبيهم يشوفون الاحتشام في بنات الإمارات وشبابهم حفاظهم على الزي الرسمي أطفالهم كيف الأدب في التعامل والخجل والجرأة في الحديث الجرأة الطيبة أن يعبر عن نفسه بطلاقة وهذا يرجع إلى مؤسساتهم التعليمية ومن الملاحظة حتى الناس علقت أن أطفالهم يعبرون بشدة فكنت أسأل أنتم يعطونهم أداء مسرحي في مدارسهم يعطونهم فن أداء هذا حتى يعبرون عن أنفسهم بطريقة جيدة في المنظومة التعليمية قوية أنتجت هذا الجيل القادم فالحمد لله أن التعليقات ذهبت إلى هذا الاتجاه والناس انتبهوا لها فاللي بقوله أن معلومة أن الإمارات فنادقهم وتصوركم دير بالكم لحد يروح والله لو لا أني فرست أكثر التعليقات كانت تذهب إلى هذا الاتجاه لما صلت الضوء على هذه القاعدة شنو تحبب أنت في الفندق علشان تخاف يصورونك وبعدين وين الإمارات وحنا وين يعني معقولة هذه البلاد اللي متطورة على كافة الأصعدة معقولة مشغولين فيك يعني من أنت أنا أفهم مثلا لو مثلا هتلر جاء عندهم وصوروه أفهم أنه مثلا يبتزونه لأنه رجل قائد عسكري وراح يبيد ثلث سكان الأرض هذا يذهتم بالتصوير يعني أفهم مثلا لو مثلا ستيف جوبس مثلا قبل لا يموت جاء وصوروه معنا هذا ملحد يعني لا ملا ولا دين ويقولوا لها حط الآيفون باسمنا ولا بالسي دي ننشر بس أنت يعني إنسان عادي يعني شنو عندك عشان يبتزونك يعني في الزمانات طلعت السالفة أن الواتساب المخابرة يعني يتجسسون الدولة على محادثاتنا وأنهم يقرؤون في الواتساب الناس 2017 يذكرون السالفة يراجد من أحد التقنيين وروجها فأحد الأصدقاء أو المعارف العامة يعني قال أنا مسحة الواتساب استخدمت برنامج اسمه لاين قلت ليش قال هذا ما يتجسسون علينا قلت من لي يتجسسون عليك قلت من لي يتجسسون عليك قال مخابرات مخابرات مرة واحدة زين يعني شيبون فيك يتجسسون فحلفت أمام الجلوس قلت أمانه عليك بيوديه يعني افتح لنا أول ثلاث محادثات في الواتساب عندك خلنا نشوف الدولة شنو بتقرأ عندك يعني وضحك قال حلفنا وفتح أول محادثة كان مع زوجته مصور لها كنب أسود يقول هذا اللي قلت ليش عنه أفضل من اللي انت تابين اللي لونه بيج البيج يتوصخ أسود ما يبين فيه الوصخ انتدري لو الدولة تجسست وقرد ذوقك الخايز أنك بتختار كنب أسود تحطه في بيتك سجن عشر سنين لتدميرك الذوق العام انت حمد ربك أن الدولة ما تتجسست عليك فيه أحد يشتري كنب أسود قبره فسافت أن الدولة تجسست انت من يعني شنو عندك انت علشان الدولة تجسست عليك منو تكلم بالوان تساب يعني يا ناس حنا نقول الكلام هذا حتى تشغلون عقوبكم مو كل شي ينفرز لكم تصدقونه أحد الأشخاص اللي كان يروج وهو كان في رأس هرم صحفي أنا كنت كاتب في جريدة الأنباء الكويتية وقتها كان عقدي على شارف على انتهاء وقدموا لي جريدة عرض وأنا أبتعد عنه لأن خطه في الحياة لا يشبه خطي الناس هذه ما تشبهني يعني فالتقيت في دعوة عند شخص من شخصيات الدولة يعني فقال لي أنت ليش تهرب مني قلت لأن خطك في الحياة لا يشبه خطي يعني أنت تروج لي أشياء من خلال حساباتك طبعا أنا الوسط الإعلامي والصحافي ظرفتين وصالة أنا عارف بعض فأنا أدري أن كل خصومة خصوم هذه الحسابات أنا أدري أنها حسابات يعني قال اسمع حنا لما نروج الفكرة مثلا أنه فنادق المرات تتصور أو الكويت فيها كذا أو كذا حنا نراهن على فئتين أنت مو منهم الإنسان المثقف القارئ اللي هذا اللي النوعية المثلك يعني أو النموذج المثلك في الحياة حنا ما نتعب حتى نقلع أنا ندري أنك لا تنقاض يعني حنا نراهن على فئتين نراهن على الحزبيين نراهن على الحزبيين ناس متحزبين حزب يكره السعودية حزب يكره البدو حزب يكره الحضر التجار السعودية يكره الإمارات فأحنا نرمي هذه الكلمة ومم صدقينها ترى بس لأنها ضد خصومهم فيكونون هم الحطب اللي يشعل من خلال حسابة ويأججونها يعني والفئة الثانية الأغبياء نراهن نحنا دائما على الأغبياء يوجد إنسان غبي يصدق أي شيء فأحنا نلقي لهذه التهمة فيطير فيها فأنت في الحياة أنا آسف لكن لا تصير غبي مو كل شيء ينكتب لك تصدق الله أعطاك عقل شغلة فنادقهم تصورك ناس تطورت عندهم فراري وورد وجاي بيأطلقوا قمر صناعي وبلاد تسارع إلى المستقبل وصلوا إلى ما وصلوا وعندهم نسبة رفاهية أنا رحت إلى منطقة العين وصدمت بصراحة من المشاهد أنا ما صورت لكن المرة الجاية رح أصور لكم منطقة العين منطقة خاصة لها خصوصية لهم رح أصور لك مجالسهم ما يدور فيها رح تشوف الحميمية في التعامل وبساطتهم ورغم كل التطور والثراء اللي هم يتمتعون فيه شعب مرفه يعني شيء يبون فيك يعني إلى هذه المشاكل مو هم سطحيين إلى هذه الدرجة أنا ما لي مصلحة مع أحد أنا رجل عندي خير وانتهت يعني مسيرتي في الحياة حققت كل شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى فأما لي مصلحة مع أحد متزوج عندي أولاد عندي بيت عندي استثمارات خلصت شهاداتي كاملة يعني حرقت مراحل سريعة في حياتي وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى فلما أقول الكلام أقوله حقيقة الناس اللي أنا التقيتهم في الإمارات لا يستحقون هذا الكلام السيء أستاذ عوشل أستاذ الدكتور ياسر الدكاترة اللي أنا التقيت فيهم الأحبة رائعين يضمونك في كلام طيب الناس اللي أنا التقيتهم بصراحة فلا تروجون تقسون على أشقائكم الأشقاء الأشقاء يجب أن يبقوا أشقاء فما المفروض أن نحن نتكلم على أخواننا بهذه الطريقة يستاهلون أهل الإمارات كل محبة شكرا على كرم الضيافة وغير تكون متأخرة وشكرا لكل الأحبة اللي التقينا فيهم وعمار يا بلاد الإمارات والله إن تطوركم تطورنا وكل نجاح في قطر في الإمارات في مصر في تونس في أي بلد عربي أنا عندي هذا الانتماء العربي عندي هذه القومية العربية إن كنت أرد على الإعلام المصري لأنه لا يمثل الشعب المصري وإن كنت أرد على الإعلام اللبناني لأني أنا متيقن وأجزب أنه لا يمثل الشعب والشرفاء من الشعب اللبناني فأنا ما أعرف لماذا حالة التراشق اليوم برامج التواصل وجدت حتى تجعلها قناة محبة وتواصل مع الآخرين أنا لو تسألني قبل سنوات قليلة أنا شاب مو الشخصية الاجتماعية أو المثيرة للجدل شاب هذا متفوق دراسيا في حالي دائما وهادئ دائما اسمي دويع هادي وكانوا أساتثي يقولون اسم على مسمى يعني أن دائما هادئ فأنا ما كنت أتوقع أن أحظى بكل هذه المتابعة إلا لأنني سخرت حساباتي للعلم النافع أنت أيضا دع أخلاقك تتحدث عنك قبل كل شيء هذا الحضور الجماهيري اللي جاء في مثلا في مصقط وفي الدوحة في كل بلد أنا أأتي ما لهم مصلحة معاي سواء أني أنا شخص محترم محترمتهم هم لمسوا ذلك فالإنسان يجب أن يجعل برامج التواصل قناة محبة مع الآخرين شو تستفيد لما أنت تتروج لمثل هذه الكلمات وأن تقسع الآخرين تسيء لهم وتشتمهم يعني وين اللذة والإنجاز في ذلك فألف شكر لكل الأحبة في الإمارات وهذه الترويج الأكاذيب أن فنادق المتصور ليست يعني ما عندك هذا الاهتمام أو الأهمية الكبرى حتى يصورونك وبلد حققت كل ما حققت من إنجازات ومن كل شيء ستكون مشغولة في هذه التفاهات يعني فأنا رديت بالطريقة اللي تشبهني واللي المفروض أني أرد فيها فأنا قلت كل شيء وأخبرت كل شيء تبقى مشهد أخير لو تبقون نكمل لكم شيء مضحك يعني بكرة أرقوا على آخر صورة في البوست أكمل لكم فلما نقول احذروا من فنادق الإمارات أنا أقولها بطريقة ثانية ليس لأنه في كاميرات تتصور لأن هذه أكذوبة تم الترويج لها من أحزاب تكره الإمارات لكن أقولكم احذروا من فنادق الإمارات لأن بوفيه رح يجيك كامل غدا وبوفيه عشاء واحذروا من فنادق الإمارات لأن أهل الإمارات ما رح يخلونك إلا كل شوي بكهات الويرد الضيافة القهوة السويت كل شيء سيأتي إلى الجناح اللي كنت فيه وأنا كل شيء موثقب الصوت والصورة وشفتوا في وقتها أحذروا من فنادق الإمارات لأنهم رح يخجلونك ويحرجونك في تعاملهم الراقي ومحبتهم وتعاملهم الكريم شكرا شيخ الإمارات اللي أكرمونا في جيتنا في هذا المؤتمر وشكرا أيضا لأم الإمارات وشكرا لأستاذة عوشة على وجهة الخصوص أنا أشكرها لأنها كانت الدينامو في هذا المؤتمر مع كل فريق العمل اللي كانوا معها فأحذروا من فنادق الإمارات على هذا السبب وخلونا أشقاء وأحبه وتعاونوا على البر والتقوى هذا كلام حقيقي مو مثالي ترجمة نانسي قنقر